حال مشكلة ما إيقاف على تطبيقك الخاص تيك توك لايت اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال ضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا بعدها سوف نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات وبعدها نأتي إلى نافذة التطبيقات في هذه النافذة ثم بعدها سوف نقوم بالنزول لبحث عن تطبيق التيك توك لايت وبعدها نضغط على تيك توك لايت هنا ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك مباشرة سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك الخاص لكي يقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الشراك والضغط على تجزيز اللايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله